فكرة السعادة يعني ايه اكتر حاجة ممكن تخليك سعيد حقيقة انا بشوف ان السؤال ده محير يعني ممكن تسأل حد لو انا بيني وبالنفسي بفكر من غير ما اتكلم هقول انا نفسي في كذا ونفسي في كذا ونفسي كذا وابو احلام وانت نايم حتى بتحلم بحاجات كتير قوي طب تعالى حد يسألك نفسك في ايه احيانا في ناس ما بتعرفش الجاو هي ايه اكتر حاجة بتخليك مبسوط ساعة ما بتعرفش في جاو تفتكر ليه لحظة السؤال والمواجهة بقى كده نفسك في ايه او ايه اكتر حاجة تخليك مبسوط تلاقي نفسك محتار تقول ايه انا ساعات بعرفة ببقى متشكك ان انا اقولي اللي انا عايز اقوله الناس تقولك ايه ده بص بيقول كلام اللي هو الكلام الكبير انا كلام الناس بصد ده اقولي مش كلام نموزجي فكرة مش ان انت تاخد ايه تبقى سعيد لكن تدي ايه تبقى سعيد بمعنى بسيط تعالوا مبساطها فالص لما بيجي العيد بما ينسبة ان العيد قرى بيجي يعني كاب بتفرح اكتر لما بتنزل تجيب بانطلون جديد ليك ولا بتفرح اكتر لما بتجيب لعيالك لبس العيد اهي حاجة بسيطة حاجة بسيطة كلنا جربناها يعني حتى لو مش متجاوز جربها مع ابو ام ولا انت بتفرح اكتر لما تجيب لبس لعيالك ومراتك بتفرح اكتر ما تجيب لك ولو ما جبتش بتبقى برضو مبسوط وتمام مزي الفل فاحنا لما بنقدم بنبقى مبسوطين لكن اخد ايه مفيش حاجة بتشبع الانسان انا فاكر كنا لما كنا بندرس اقتصاد يقول لك احتياجات الانسان في احتياجات اساسية لها المأكل والملبس والمسكن يعني بيعرف يأكل وبيعرف يسكن وبيعرف يلبس خلاص دي الاحتياجات الاساسية لكن الاحتياجات اللي فوق الاساسية ايه يقول لك ما لا نهاية ملهاش يعني واحد ربنا ادي له شقة عايز اكبر ادي له الاكبر عايز عربية كان عنده عربية صغيرة كمان وجاب عربية كبيرة يقول لك ما بقى معفلوس كتير قوي اشترك زيرة وبعد ما اشترك زيرة وبتلاقي لعيبت كرة حتى مشترين جزر مشترك زيرة بس بارته مش مبسوط مش حاسة انا مبسوط قوي يعني انا عايز اشتري الطيارة يبقى عندي طيارة خاصة بدلا ما يبقى عندي طيارة بالناس كلها بركاب اشتري الطيارة الخاصة اه بس في واحد اشترى سفينة راح بيالفضاء انا عايز اجيب سفين حاجات غريبة وحاجات عجيبة اه الشبع بقى اللي من جوه ليه بتسمع عن ناس كتير يعني مش في مصر حتى في اي دولة يبقوا اغنية وناس يعني مشهورين جدا جدا بينتحروا عندهم اجترى اللي بيسمع الحوادث دي يقولك ايه طب هو ده كان نقصه ايه عشان ينتحر اما لو حالو زي حالنا كان عامل ايه ففكرة ان مهما كان عندك حاجات مادية بس انت من جواك مش سعيد هي دي اسوأ حاجة في الدنيا فكل واحد في النهاردة لو سأل نفسه هل انا سعيد بس سعادة حقيقية ولا بحاول ان انا اتصنع السعادة يعني فيه ناس عشان عايزة تصدر للناس ان انا مبسوط تفضل تحط مثلا تصور ليها على السوشيال ميديا تفضل تتكلم عن نفسها كتير قدام الناس تفضل تحط مراخرها في حياة غيرها بتملى وقت تفضل تنتقد غيرها عشان تقولك ايه انا مش لوحدي كده ما فلان وفلان وفلان الحاجات دي كلها في الاخر لما بتيجي تحط روزك على المخادة بتلاقي نفسك حقيقي مش مبسوط عارفة مش مبسوط ليه عشان مش مرضي ايه يعني ايه بقى مش مرضي اه مش مرضي مش راضي بحاله عشان كده ممكن تلاقي واحد يعني قاعد في مكان انت شايفان هو بسيط جدا وتلاقي مرضي يقولك الحمد لله وفعلا تلاقي الابتسامة على وشه مريحة مش ابتسامة مصطنعة عشان هو راضي بحاله وممكن واحد غني بقى راضي بحاله يعني اصدقل ان حالة الرضا ملاش دعوة بغنى ولا بفقر الغني اللي بيعرف يدي زي ما كنت بتقول في الاول هو ده اللي هيحس بسعادة احنا ايه اللي بيخلينا دايما نرجع لورا يعني كل واحد فينا مسيقعد يفتكر ايه ايام بيت العيلة يمكن ان النهاردة واحد مسيساكب في شقة كبيرة وفي مدينة من المدن الجديدة يشتاء لبيته القديم بتاع بابا وممطل في المنطقة الشعبية لللمة والجران والبيت الصغير اللي كان عددنا فيه كتير بس بنتلم مع بعض واحنا بناكل واحنا بنتفرج على التلفزيون واحنا بنتكلم مع بعض واحنا بنهزر واحنا بنتخانق واحنا واحنا رغم ان الامكانيات والحياة كانت على قدها بس كنت بتحس بسعادة هنا الرضا تشتاء بقى اللحظة واحدة بس ترجع فيها لده فالرضا او السعادة مش في الحاجات اللي عندك مش في انك تبص لغيرك او لحياة غيرك مش انك تركز وتنتقد الناس اللي حواليك لكن الواحد دايما يدور على الجواه يدور ان علاقته بربنا تبقى حلو عشان من جواه يحس انه هادي يبقى حاسس بسلام يدور انه يبقى شبعان باللي معاه ويددي فيحس ان اللي معاه كتير فلو كل واحد فينا النهاردة فكر يعني وشاركونا في ده لو حد سألك النهاردة ايه اكتر حاجة بتخليك سعيد ولو حد سألك ايه اكتر حاجة بتتمناها ووقفت معرفتش تجاوب ليه بتحس بكده وعشان كده يا هيبة يمكن تلاقي تحط علامات استفهام على ناس كتير تلاقي بياكل في فندق خمس نجوم يقول لك يا على طشة الملوخية بتاعت امي ايه يا عمي ده انت بتاكل وقعد ويبقى كل الاصناف دي شايف يقول ايه ده احنا عمالين نقوب نبوفي وبتقول لك بس سيلا يا دي كانت ايام ولما تجمعنا على الطبلية ولما نعود ونخطف العش من بعض ولما 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 طب ايه ازاي يعني علامة استفهام كبيرة ده انت قدامك يقول لك لا 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 كان الواحد وقتها بيفكر ببساطة وكان العقل مرتاح وكان الضمير مرضي وكان الواحد مش مزعل حد كان اكتر خنائة ممكن تتخنائها مع حد عشان مش عارف مين نقط على الغسيل بتاع مين ولا مين كل خنائتنا اه خنائت اللي هي وعارف السبع حتى في الواحد مثلا يجيب لمراته زمان حاجة صغيرة يعني يجيب لها منديل يجيب لها بروش يجيب لها مش عارف ازايزة برفان صغيرة تبقى طيرة من السعيد حد تاني دلوقتي مهما جاب هي برضو شايفة فلانة اللي عندها وبص دي جزء عمل لها ودي فمفيش هي مش قادرة تحس بسعادة مش قادرة تحس انها شبعان واحد تاني تبقى امراته بتعمل كل حاجة عشان تفرحه عشان تسعيده معاملة كويسة بتحاول تبقى حلوة وشكلها حلوة في البيت وبتعامله كويس وتوفر له كل احتياجاته وبرضو مش سعيد برضو مش مبسوط دايما بيبص الغير وبص دي امراته وعمل ايه ودي ايه ودي ايه فاحساس ان عدم القناعة وعدم الرضا ده بيخليك دايما انت مش حاسس بالسعادة وبرضو شاركونا وقلونا ايه اكتر حاجة ممكن تحسسكوا بالسعادة وليه ما بنعرفش نجاوب لو حد قالك نفسك في ايه اشتركوا في القناة